بالتحليل والمتابعة نضم إلينا من واشنطن الدكتور نبيل مخايل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جوج واشنطن دكتور دائرة دعم إسرائيل قد اكتملت في البيت الأبيض أو في الإدارة الأمريكية بوصول جون بولتون مستشار الأمن القومي هل تتطفق مع هذا الطرح؟ هذا إلى حد ما صحيح بس القضية هي مش دعم أمريكا لإسرائيل لأن دي قضية قديمة القضية هي كيف هو عبرون عن دعمهم لإسرائيل واحد المعايير في قياس هذا هو اتجاههم وتوجهتهم تجاه إيران طبعا ستكون هناك قضية متشعبة وقد تكون هناك قضية تشغيلهم مثل العلاقات مع روسيا أو الصين أو غيره لكن أهم أو المعيار أو الخط المشترك في تعيين هؤلاء المسؤولين على مستويات رفيعة هو تشددهم تجاه إيران يعني إذا الدعم يا دكتور ليس بالمال ولا بالسلاح هو هناك دعم آخر هو دعم سياسي تقصد تجاه إيران أو حتى تجاه المنطقة العربية ليس كذلك؟ أو طبعا التأييد المعنوي عامل مهم في علاقات أمريكا مع إسرائيل لكن ما هو جديد في تعيينات ترامب أن دولة مسؤولين يكرهون إيران كل الكراهية وبالتالي السؤال هو ما هي الخطوات التي سيتخذوها في تعبيرهم عن عدائهم لإيران ربما تكون القضية السورية ومحاولة كبح النفوذ الإيراني هناك ربما تكون بمحاولة تقليص النفوذ الإيراني في العراق ربما أيضا تكون بمحاولة مواجهة إيران مباشرة عن طريق فتح المناقشة حول الاتفاق مع إيران بخصوص برنامجها النووي أي تتفق الدكتور مع الكلمات التي ذكرت أو وصفت هذه الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها إدارة حرب لا ده أمر خالص 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 لأن ترامب قبل نهاية عام 2017 توجه إلى أحد ملاكس الأبحاث الجديدة الذي يعرف باسم أمريكاً برايورتيز أو أولويات أمريكية وقال إذا صنفت العالم فحقول أن هناك دولتان تقليادتان بمعنى أنهما يعني الدولة قومية بقالها تاريخ طويل ألا وهما روسيا والصين فهنا ترامب بيختلف وعشان كده العدد كبير من المحافظين بيأيدوه إن هو مش عاوز يعمل حرب يعني هو عاوز يقول إن عائلة بوش جلبت الخراب على العالم وعلى أمريكا لأنهم أقاموا أكتر من حرب وفشلوا في إنهاءهم في إنهاء تلك الحروب عندما غادروا البيت الأبيض فإذا كان هو بيجدد المواجهة مع روسيا والصين وده حتى يعني أمر مشكوك في كيفيته إزاي مثلا حيجدد المواجهة مع روسيا ما أعتقدش أنه سيدخل في حرب مع إيران طيب يا دكتور يعني أعتقد أنه سيكسف نعم طيب يا دكتور نقطة لاحظها الكثيرون غياب أي رأي معارض لترامب في إدارة البيت الأبيض إلى أين صادع المنطقة أو يضع العالم كله على صفيح سحخ أكثر مما هو عليه الآن لا طبعا هو ترامب علاقته قوية بالبنتاجون مش زي أوباما اللي كان بيتجاه الجنرالات والأدميرالات فهو باستمرار بيتشاور معهم والبنتاجون مش عايز حرب جديدة البنتاجون حتلقى 700 مليار دولار هم عاوزين يوفروا الفلوس مش عاوزين يصروا في حرب فهو عاوز يتفادى أي أخطاء من بوشفا القول بأن هناك حرب جديدة لا ما أعتقدش هو عاوز يعني يجدد الخلاف مع الصين يجدد الخلاف مع إيران لكن بدون حرب صدقني يعني مش حاجة أنا ببالغ فيه هذا أمر هو بيختلف فيه عن صوابقه من الجمهوريين والديمقراطيين لأن حتى الديمقراطيين دخلوا حرب كلينتون كان داخل حرب مع العراق وبيكملها فدي قضية هو بيختلف فيها مع كل سابقين أشكرك جزيلا ضيفي من واشنطن الدكتور نبيل مخايل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جوج واشنطن شكرا جزيلا دكتور على ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر